نكمل معاكم الكورس دي الإيميليات بتاعتي لو حد عنده اي سؤال خيس المفروض ان احنا هنعمل زي واتس ايب جروب بس لسه بس انتم عملتوش لو حد عنده اسئلة يعني تبقى أسرع شوية في الرد طيب السكشن هنزلو النهاردة على البلاك بورد وحل الشيت تمام المادة انا عارفة الفيدباك بتاعها مش لطيف قوي يعني بس يعني ان شاء الله تبقى كويسة بإذن الله هوا دكتور حنى شرحه كويس يعني مفروض وانت حنى تبقاش صعبة قوي يعني تبقى عادي تبقى كويسة يعني ممكن يكونوا جزء التاني اللي يبقى فيه افكار شوية بس يعني دكتور حنى فيه افكار برضو بس فهم مش مستحيل انك تجيبها يعني صعبة يعني ان شاء الله خير ربنا ياسر طيب احنا النهاردة هناخد كده ريفيجون سريع على الكوردنت الكارتيزيون والسفاريكل والسيلاندريكل وهنخش في الكولومز له وبردو هنلحق ان شاء الله في الاخرى ساكشن كده ناخد جاوس له مسألة كده سريع حلو بالمناسبة اللي عايز يخرج في اي وقت يخرج عايز يعود يأكل ويشرب عادي اهم حاجة بس نبقاش فيه دوشة بس عايز يعمل اي حاجة يعملها عادي ويخرج من غير استئزان طيب من الاكس والواي والزد دي اي نقطة في الفراغ بقدر اعرفها بكده طيب لو عايز اعرف يونت المنت او يونت لانس في الفراغ في الاكس والواي والزد بلين اعمل ايه اكتبها ازاي يونت لانس فيكتور كويس لما انا هيخد ألمنت صغير كده في الاكس هيبقى دي اكس مفروض في اتجاه الاكس وعندك دي واي ودي زد في اتجاه الزد حلو؟ ده لو انا عندي اي لانس اي لانس كده اقدر حتى احلله لحاجة في الاكس او الواي او الزد اي فاكتور اي لاين كده اقدر احلله احلله الاكس والواي والزد في الفراغ طيب؟ واكتب كل كومبوننت بينهم فارني ديركشن حلو عايز اجيب الدي اس دي اس يونت سورفس او يونت اريا لكل ديركشن بردو حلو دي اجيبها ازاي لو بصينا على المكعب كده هناخد مكعب صوير هناخد مكعب 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 وطرابهم في�� ها ايخد مكعب و которомdigهية هن Leah يمكنني مكعب هناخد之ци هناخد مكعب ثلاثة كومبوننطس دول مضروبين في بعض اللي هو دي اكس دي واي و دي زاد كويس ده كده لو هو الكارتيزيان لو انا هبص على سيلندريكال كوردنت سيلندريكال كوردنت دي اي نقطة في الفراغ بعرفها برضو بثلاث حاجات الرو والفي والزاد ايه تعريف الرو ده؟ تعريف الرو هو بعض البوينت بتاعتي دي عن الزاد أكسيز قد ايه بالنورمل يعني نورمل داستنس ما بين الزاد أكسيز دي الرو هي دي الرو بتاعتي الفاي هيا مين؟ هي لفة الرو بتاعتي دي عن الأكسي أكسيز قد ايه يعني الفاي اللفة بتاعتي الرو بين الأكسي أكسيز الزاد ها ارتفاع الرو في الفراغ طيب عايزة جيبت دي ال دي ال با عرفه في دي ال فيتجاه الرو دي ال في اتجاه الفاي و دي ال في اتجاه الزاد. ال دي ال اللي في اتجاه الرو هيبقى ايه? دي ال بقى اخد المنت صغير كده في الرو هيطلع على طول هو ال دي رو في اتجاه الرو بتاعي. عايز المنت في اتجاه الفاي. الفاي بتاعتي هتبشكلها كده. المنت يعني هتحرج حتة صغيرة كده من هنا. الزاوية الصغيرة دي هيبقى اسمها دي فاي المفروض. طول بقى الارك ده هيبقى عامل ازاي؟ الرو بتاعتي في الدي فاي. بقى دي رو. دي فاي. في اتجاه الفاي. هيخد المنت في اتجاه الزاد. هيبقى على طول دي زاد في اتجاه الزاد بتاعتي. الدي اس برضو عندي رو وفاي وزد. اجابهم ازاي؟ انا ما اتجابهم بالطريقة السيستماتيك انك تاخد التو كمبوننت اللي في الدي قال المختلفين تضربهم في بعض. اللي هي هنا هتطلع لك لو انا عايز اتكلم عن الرو هتطلع رو دي فاي. في الدي زاد ده في اتجاه الرو. اللي في اتجاه الفاي هيخد دي رو دي زاد. والافتجاه الزاد بتاعي هيطلع رو دي رو دي فاي. في اتجاه الزاد بتاعتي. طيب دي لو انت عايز تجابها بقى بالشكل تعملها ازاي؟ الافتجاه الرو. انهي اريا الافتجاه الرو الاسطونا. هي الرو اتجاهه ازاي؟ الرو دايما اتجاهه خارج من الشكل الاسطواني ده صح؟ دايما الفاكتور بتاعك عمودي على الاسطوانة على حسب انت واقف فين بالزبط. يبقى الدي اس بتاع تواني واحدة. المفروض ان هو الكيرف بتاع الاسطوانة. هاخد حتة من الكيرف ده. حتة من الكيرف هيبقى رو دي فاي. وطول حتة من الطول بتاع الكيرف اللي هو دي زاد بتاعتي. هيبقى رو دي فاي في دي زاد. ده الاسطوانة هيبقى حاجة شكلها كده. الحتة دي هي رو دي فاي. والطول ده اللي هو دي زاد بتاعي. يبقى دي اس دي هتطلع كده ليه في اتجاه الرو المفروض. دي اس اللي هو تابعه ahí الان اسهل حاجة. اقبعه الان اسهل حاجة في اتجاه الزاد هتطلع. المفروض ان هي تبقى ing behave civil. wannayor ds اللي هو كده اسطها اسلوانس ليوا تبقي انهي. سيروس السورس اللي هو الرا lever. اللي هو اللي بي اجافي اللا ستطلع مرة بصولة من فوق ومن تحت. وده اللي هو إيه دي رو صح يعني عندك دائرة هتاخد حتة من الكيرف رو دي فاي وابعدن حتة من قلم تدخل جوه الدائرة دي اللي هي دي رو تمام لو أنا عايزي أجيب بقى اليو فاي اليو فاي ده اتجاه أين بيف صح على حسب أنا وقففين لو أنا وقف مسلا عند النقطة دي اليو فاي بتاعت принципе تبقى كده وقف هنا هتبقى كده وقف هنا هتبقى كده داخل على الصبورة هنا هيبقى كده. صح? طيب. دي اجيبها ازاي? اجيب الاريا ازاي اللي في اليو فاي. ده كأنك بتقطع الاستوانة في اي اتجاه من الفاي بتاعتك. تقطعها بالطول. يعني بتمسك استوانك وتقطعها بالطول. وتشوف الاريا اللي انت هتشوفها شكلها هعمل ازاي? انا لما اقطع استوانة كده او كده او كده في اي حتة بالطول هيديك شكل ايه? تمام. سه? هتاخد بقى المنت من الريكتانجلور بالعرض اللي هو هيبقى مين? لان لما تقطع كده هيطلع لك شكل مستطيل كده. مستطيل ده برعا ايه? الطول ده بالنسبالك هو الزد صح? والعرض ده هو الرو او الاتنين رو اللي هي الديامتر بتاعي. كويس? فانا هيخد المنت من دي اللي هي دي رو و المنت من دي اللي هي دي زد. هيطلع لك دي رو دي زد اللي هو الاريا اللي في اتجاه الفايل. ده لو احنا عايزين يعني ايه نفهم ازاي جت? طيب. لو بقى من غير يعني ما نفهم انت مجرد انك عارف دي الل زي ما قلنا الاتجاهين التانين باضربهم في بعض يطلع لاتجاه التالت. كويس? طيب الفوليوم بقى اليونت فوليوم من السيلندر ده هيطلع شكله عامل ازاي? عندي دي رو باخد التلاتة التلاتة قلي من سبق دي رو و رو دي فاي في الدي زد. فتبقى رو دي رو دي فاي دي زد. اه قبل ما ندخل في الاسفيركل. عايزين? نعرف نكتب الرو والفاي والزد دول ازا فونكشن في الاكس والواي والزد ولا لا? نعرف ازاي بقى? اسهل حاجة الزد. الزد دي بالنسبالي هي الزد برضو اللي هي في الكارتيزيان عادي. صح? والزد هنا تبقى هي الزد برضو في الكارتيزيان. الاتنين هما هما. الفاي بقى اجابها ازاي? الفاي دي قلنا هي المفروض اللفت البوينت عن الاكس اكسيز. صح? بعد لفيت عن الاكس اكسيز قد ايه? طيب. دي اجابها ازاي الفاي دي? انا عارف ان النقطة دي على بعد اكس على بعد واي وعلى بعد اكس. صح كده? حل. فيبقى ده هنا الواي بتاعتي كام ودي الاكس بتاعتي كام? الفاي هتطلق على طول هي التان انفرس. بعد الواي على الاكس. بعد النقطة دي في الواي عن الاكس قد ايه? الرو بقى. الرو دي احنا قلنا انها ايه? هي دايما الحاجة كده. انها العمودية على الزت اكسيز. تمام. هتطلق هي تقدر تجيبها من اللي تحت ده. اللي هي روت. ال اكس سكوير بلاس الواي سكوير. انها الخط اللي تحت ده هو الرو برضو. الرو دي تقدر تجيبه ان اتعرفها انها بالاكس والواي فتعرف تجيبها انها رو سكوير بلاس الواي سكوير ضاير. طيب عايز اجيب الاكس از افانشن افرو سيتا وفاي وزد. نمسح دول شوية. عايزين نكتب الاكس والواي والزد. فانشن في الرو بقى والفاي والزد. الزد خلاص هي الزد برضو. الزد هي الزد. الاكس اجابها ازاي. هتطلع هي الرو في الكوسين الفاي والواي بتاتي. هي الرو في الساين الفاي. فهتبقى الاكس هي رو كوسين فاي. والواي رو في الساين فاي. والزد هي الزد. طيب اخر. فضل. الايه? الفوليوم لا مالوش دايريكشن. يعني ما بتقولش ان هو ليه اتجاه معين دا. يعني مش هتعرف تعملي يعني اصلا انت قال لا. يعني دا مالوش اتجاه. يعني هيبقى ايه هيبقى ايفين على الفوليوم بالزد. مالوش دايريكشن لأ. طيب عايزين نحسب بقى للسفيريكال كوردنت. اي نقطة في الفراغ بقدر اعرفها برضو بتلات حاجات. الار والسيتا والفاي. تمام? الار دا اللي هو مين? المفروض ان هو بعد النقطة عن الارجن قد ايه. يعني انا لو عندي. ايدي الارجن كده. النقطة دي بعدها عن الارجن دا دا ايه المسافة دي هي الار بالنسبة لي. بعدها عن الارجن. كويس؟ نفس السيتا كل ما بلف هي دي نفس السيتا. كويس ايه اللي بيتغير بقى في ده? اللفة دي ايه مين? اللفة الدورانية دي هي الفاي بقى. كويس? انا بلف كده. السيتا ما تغيرتش ولا الار اتغيرت. اللي بتغير معي هو مين? هو الفاي. الفاي ده هي اللفة اللي تحت دي. تاني الار بالنسبالي هو مين? بعد الpoint في الفراغ عن الارجن قد ايه? يعني لو ده الارجن بعد النقطة في الفراغ عن الارجن. هو ده الار بالنسبالي. في اي مكان. هتبقى هي دي الار. من الارجن. اوصم الارجن للنقطة هي دي الار بتاعتي. طيب السيتا. الميل بتاع الار ده عن الزد اكسيس بيعمل زاوية. الزاوية دي هي دي السيتا بتاعتي. مهما لفت كده السيتا بتاعتك سبت. انت بتلف كده هو. السيتا بتاعتك سبت. حوالين الزد. صح? لان هي الزاوية ما بين الار بتاعتك والزد اكسيس بتاعك قد ايه. اللي بيتغير بقى كده ده الايه السيتا السيتا من زيره البي اكفي. يعني ان تكمالة السفير بتيجي من زيره الاتنين باي بتاعت الفاي يعني. والفاي دي هي اللفة من عند الاجس اكسيس. طيب. عايزين نكتب دي ال. برضو حتة في الار والسيتا والفاي. اكتبها ازاي? ادي اقل في اتجاه الار بكام? دي ار. طيب ادي اقل في اتجاه السيتا. انت عندك كده ولفيت. لفيت ازاي? لا كده ده فاي. لفيت كده لتحت. لتحت او لفوق حتة. يعني انا واقف كده. طلقت حتة او نزلت حتة في نفس المكان. الارك بقى لانا رسمته ده. طوله يبقى كام? ار دي سيتا. طيب هيبقى ار دي سيتا. ده في اتجاه السيتا بتاعتي. اللي في اتجاه الفاي بقى. انت عندك ده كده في الفراخ بعمل ايه? باخد الفكتور ده وعمل الفاي ده في ال اكس واي بلين دايما. فهاعمل بروجيكشن للفكتور ده لل اكس واي بلين. عملت بروجيكشن كده. يبقى الطول اللي نزل ده قد ايه? ار ساين سيتا. يبقى الطول اللي نزل عندي هنا ده ار ساين سيتا. ولفيت حتة كده تحت بقى في ال اكس واي بلين? دي فاي صح? ار دي فاي. طيب الطول ده ار ساين سيتا. في اللفة الصغيرة لانا لفيتها لقى دي فاي. ده كده في اتجاه الفاي بتاعي. طيب. ال دي اس. عندي ار وسيتا وفاي برضو. اللي في ال ار. دي اس لفتجاه ال ار هيتلع هو اني واحد. ده اسهل واحد. اللي في اتجاه ال ار ده اللي هيبقى ايه? دايما خارج من الكورة. اللي هو هتاخد المنت من السطح بتاع الكورة ده. المنت من السطح ده. يبقى شكله عامل ازاي? هيبقى عامل كده زي كيرف كده وكيرف كده. صح? كيرف منهم بيعبر عن ايه? ال ار دي سيتا اللفة في السيتا والكيرف التاني بيعبر عن اللفة فين? في الفايل. ليه ايه? ار ساين سيتا في ال دي فاي. فالكيرف منهم بيبقى طوله. ار لو هو ده ار دي سيتا الكيرف التاني هيبقى ار ساين سيتا دي فايل مفروض. صح? لفة منهم هي اللفة في ال دي سيتا اللي هي اللفة دي. واللفة التانية ان انا عملت بروجيكشن ولفت حت. كويس? فهتبقى ار. طول بتاعي كده هيتطلقى ار سكوير ساين سيتا دي سيتا دي فاي. ده كده لفاتجاه ال ار دي. اللي هي نقدر نجابها من هنا برضو. اللي هي ار دي سيتا في ار ساين سيتا دي فاي. لو ده ربتر اتين دول في بعض هيديك ال دي اس اللي في اتجاه ال ار. طيب ال دي اس اللي في اتجاه السيتا. ارية اللي في اتجاه السيتا هتوى شكلها هعمل ازاي? هتبقى ار ساين سيتا. والتانية هتبقى ار دي ار دي سيتا دي لفتجاه الفاي. طيب بنفس الطريقة نقدر نكتب ال ار والسيتا. والفاي ازا فانكشن في الاكس والواي والزات ولا لا? ال ار بتساوي ايه? ايه? اه الدي في. الدي في هيبقى شكله عامل ازاي? ايه؟ ار سكوير ساين سيتا دي ار دي سيتا دي فاي. دي الفوليم. طيب عايز اكتب ال ار ازا فانكشن في اكس وي وزاد. نقطة في الفراغ. بعرفها ازاي? بزبط اكس سكوير بلاس وي سكوير بلاس زاد سكوير تحت الجزر. طيب السيتا بتاعتي? السيتا بتاعتك تطلع مين? المفروض ده كده الارتفاع الزاد بتاع البوينت صح? والطول ده قد ايه؟ 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 كويس. ده كده اللي هو بعض النقطة عن الزاد اجسيز. لو تفتكروا اللي هي كانت مين؟ كانت الرو هنا. اللي هي جزر. المفروض الطول ده كده جزر اكس سكوير بلاس الواي سكوير. يبقى السيتا بتاعتي هي عبارة عن تان انفرس. جزر الاكس سكوير بلاس الواي سكوير على الزاد. والفاي بتاعتي تبقى بكام؟ نفس اللي هناك بالضبط اللي هي تان انفرس. وي على الاكس. طيب العكس بقى لو انا عايزة اكتبى الاكس. الاكس هتساوي ايه؟ انت عندك ده الار هعمل لها تحت تبقى ار ساين سيتا مضروبة في كام؟ عشان تيجي بالاكس تتضير في كوساين فاي. فهتبقى ار ساين سيتا كوساين فاي. زي كده الاكس. الواي هتبقى ار ساين سيتا بس في ساين فاي. والز الزد هتبقى ار كوساين سيتا على طول. هل؟ 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 هن؟ هل؟ المترجم للقناة 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 انا عارف مكان دي في الفراغ عارف كيو واحد فين بالضبط في الأكسول وي والزت وعارف الكيو تاست بتاعتي دي فين في الأكسول وي والزت اجيب بقى الفورس بتاعت واحدة فيه مع التانية او الالكتريك هيلد ازاي هو برضو الفورس بتساوي كيو تي في الكيو واحد دي على الاربعة باي ابسل نود فان هي مسافة بقى مسافة ما بينهم هما الاتنين اللي هي دي اللي هي هسميها مسلا ار كابيتل يبقى ده المفروض في الار كابيتل سكوار الار كابيتل ده حسبه ازاي انت تقدر تحسب دي تقدر تحسب الار واحد او الار برايم يعني شون دكتور كان بيسمي السورس برايم والار اللي هي على التست صح الار بقى الفكتور كابيتل ده هيساوي مية بعيدين هو الار كابيتل ده هو الار اللي هي نقطة من الارجن لحد الكيو تست بتاتك منس الار برايم اللي هي من الارجن لحد الكيو اللي هي السورس بتاعي اللي هي الكيو برايم او الكيو واحد او اي 하니까 تسميت هاي فهده هتبقى الار ازا فكتور هو ار منس الار برايم طايع اجيب الوند فكتور اللي افتجاه الار ده ازاي سأسمع مجنيتود يعني اشان اجيب UR مفروض UR سأسمع مجنيتود الر منس الر برايم على مجنيتود الر منس الر برايم اجيب المجنيتود ده ازاي؟ مفروض باخباد مطرح الاثنين دول بيطلعلي الكمبوننت بربع كل واحدة فيهم واخدها تحت الجزر ده بيبقى مجنيتود الفكتور بتاعي اللي هي ممكن تكتب بطريقة تانية كيو تي في كيو واحد على 4 باي ابسل نود في مجنيتود الر منس الر برايم قص ثلاثة في الر منس الر برايم لو انت عندك بقى ملتبل تشارجز تعمل ايه؟ لو عندك تشارجز كتير هتعمل سمميشن هتبقى كيو تي ويبقى هنا سمميشن كيو اي ودي هتبقى الري دي الار دي سابتة دايما ودي الري تست تشارج نقطة سابتة في الفراغ كويس ده كده هحسب الفورس لو هحسب الالكتورك فيلد هحسب الفورس دي على مين؟ على التست تشارج اللي عندي على كيو تي فهتطلع ايه؟ سمميشن كيو على 4 باي ابسل نود في المجنيتود ده تكعيب في الفكتور الر منس الر برايم طيب ده كده لو انا مش كنتينيو اس تشارج كل ده دي سكريت لو انا عندي كنتينيو اس بقى ليه باور 3 انا شلت اليو ار دي وعوضت عنها بداه والر ده مجنيتود اللي هو مجنيتود الار مينس الار برايم سكوير طيب لو انا كنتينيو اس تشارج هتفرق فين معادلة دي؟ هنانتجريت بدل ما بعمل سمميشن على الكيو كده لو انا كنتينيو اس بعمل تكامل على حسب بقى لو انا رو ال على الدي ال لو انا سورفس على الدي اس لو انا فوليوم هكامل على الفوليوم بتاعتها الدي اس والدي ال والدي في دي على حسب شكل المسألة وبتقربهم للحاجات شبه اللي احنا عملناها هنا دي اللي هي الدي ال والدي اس والدي في اللي احنا شفناهم هنا طيب بتاعنا نشوف بقى مسألة مشيت لا احناجها اللي يقول احناجها هكتب لا اناجها الkiego نعطي اللي يقول فتب مين؟ مين؟ إزاي جبناها أر ماينس أر برايم يعني؟ طب ما ده فكتور أناليسيز ياب مين؟ هنجبها في حاجة سهلة مين؟ ده كده أر واحد وده أر اتنين ماشي؟ ده توف فيكتورس لو أنا بدأ من نقطة واحدة وبحط فيكتور ووراء فيكتور التاني يبقى أنا والنقطة الوصمة بين بداية الأول ونهاية الثاني ده ببي المجموعة بالظبط ده كده هيطلع لك الار واحد بلاس الار اتنين دي لازم تجربه بالأركوم عايز بقى الطرح نعملو ازاي الطرح الطرح التو فكتورس من بعض بتعملوها ازاي؟ حاجات دي كان ليها إثبتات بس همش أقود إثبتها لك دلوقتي مستحيل انت عندك بردو لو عندك توف فيكتورس بدئين من نفس النقطة بس هما الاتنين طالعين من نفس النقطة بايس؟ الواصلة اللي ما بينهم دي بتبقى هي مين؟ طرحوهم مش جمعوهم هقولك جات منين انت عندك ده ار واحد وده ار اثنين وانت قلت ان ده المفروض الطول ده بيبقى ار واحد زائد ار اثنين صح؟ لان نتزيل بداية صح؟ رسمت فيكتور ووراه فيكتور تاني يبقى الخط ده تاجمموه انتو فيكتورس مع بعض فلو مسكت الاثنين فيكتورس دول يعني عندي ده وعندي ده يبقى ده اجيبه ازاي؟ او عندي ده وده اجيب ده ازاي؟ يبقى طرحوه بادر جمعوه تخضر الايه؟ هايطلعلك فونكشن اه في الار والسيت وفي او الرو فساعدت هتدخل جوه التكامل اه؟ لا مش فوقه تحت هيبقى تكامل الباسطة على المقام فونكشن يعني فاهم هيطلعلك اكس فوق واكس تحت فبتكامل الفونكشن دي على بعض دي فونكشن 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 اشكال ايه؟ اشكال ايه؟ فونكشن فونكشن يجب تسير فيها الدكتور ما قدرش اقولك اه او لا الحقيقق انه ممكن هو يمشيها وممكن لا فانت لازم تسأله هل يمشيها ولا لا هو انت ممكن يمشي حاجات تسيمتري انك بس تقول دي حاجة اسيمتريك فتطير المسألة عادي في الفين لكن ما عرفش هل في الحفظ ده قدام شوية ممكن يقولك اوه عادي مش عارفة انحتاج تسأله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يقولك انت عندك شحنتين بوينت تشارجز قو واحد و قو اثنين ومكانهم كده في الفراغ وعندك التست تشارج مكانها باردو زي ما هو قيل وبعدين عايز الريلاشن ما بين Q واحد و Q اثنين بحيث ان الفورس على التست تشارجز في ال X مرة يعني يبقى ال X كومبوننت بتاعها بصفر و مرة عايز الريلاشن بين Q واحد و Q اثنين اللي تخلي ال Y كومبوننت تعت الفورس دي بصفر جده مرة كده و مرة كده نعمل ايه؟ نحسب الفورس نحسب الفورس هتساوي U و R اثنين نحسبها ازاي بقى ال R واحد دي اللي هتبقى مين؟ ما بين ال Q واحد المفروض و ال Q و T دي ال R واحد و دي كده ال R اثنين نحسبهم ازاي؟ همم ال R واحد ازاي بكتور ده هيساوي ايه؟ مفروض ان هو بيساوي البوزيشن بتاع ال Q و T صح؟ ال R بتاعت ال T مينس ال R بتاعت ال واحد صح؟ طيب ال R بتاعت ال T بكام؟ البوزيشن بتاعت T ده كام؟ حلو ال R بتاعت تست تشارج هو عبارة عن مينس U X بلاس ال U Y ال R واحد هتطلع U X بلاس اثنين U Y ال R اثنين هتطلع اثنين U X طمام؟ صح؟ خدنا بعد كل نقطة عن الارجن قد ايه؟ دي بعدها عن هنا اثنين في ال X يبقى اثنين U X صح؟ دي بعدها واحد عن ال X و اثنين في ال Y يبقى واحد U X و اثنين U Y و دي مينس واحد في ال X و واحد في ال U Y يبقى مينس U X بلاس ال U Y و مفيش في الزد طيب اجيب بقى ال R واحد دي ازاي؟ هتطرح ده مينس ده هيديني كام؟ مينس اثنين U X مينس U Y و ال R اثنين هتبقى ال R T مينس ال R اثنين ازا فيكتور هتساوي كام؟ مينس ثلاثة U X بلاس ال U Y بتاعتي المجنيتود بتاع ده بكام؟ مجنيتود ال R واحد مجنيتود هيبقى ده سكوير بلاس ده سكوير تحت الجزر ده سكوير اربعة زائد واحد هيبقى جزر خمسة و مجنيتود ال R اثنين هيبقى براعا اي ده سكوير بلاس ده سكوير تحت الجزر هيطلع جزر عشو اليونت فيكتور بقى بتاعهم؟ هاخد ده واقسمه على المجنيتود هيطلع لك اليونت فيكتور او ان احنا نكتب الفورسة اصلا بطريقة تانية ان احنا نكتبها المجنيتود بتاعي ده سكوير المفروض فهتبقى مجنيتود قصة تلاتة في طرح الفكتور زمن بعض طيب نعمل ايه بقى عشان نطير ال X component وال Y component تعالوا ناخد ال X component كده ال X component هتبقى مين؟ هي ال QT في ال Q1 على اربعة باي أبسل نود في ال R1 كل حاجات ده مفروض انا عارفة في ال UR ال UR واحد ده اللي قلنا هو مين؟ اللي هو ده صح؟ على جزر خمسة هاخد ال X component بس اللي هو يبقى مين؟ مينس اتنين على جزر خمسة هتبقى مينس 2 على روت 5 ده بلس ال QT Q2 على اربعة باي أبسل نود سكوار في ال R2 سكوار ده مضروف في كام؟ في ال X component برضو مينس 3 على روت 10 ده هتطلع 10 ده هتطلع 5 دول هسويهم بالصفر ده كده ال FX دي ال FX انا عايزها بزيرو دي ال PORT الاولين خيس؟ هتلو طبعا كل ال CONSTANCE دي طارت مع بعضيها وتجيب العلاقة ما بين Q1 و Q2 شكلها عمل ازاي؟ هي الحاجة الوحيدة اللي هتبقى ماصر نفس الكلام هتطبقوه بقى على ال Y component هتجيب برضو ال Y component وتسويه ومتجمعهم مع بعض وتسويها بالصفر وتجيب العلاقة الجديدة ما بين Q1 و Q2 اتنين شكلها عمل ازاي؟ الشهر شهر بتعرف شهر 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 المترجم للقناة 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 في اتجاه الزد بس تاني انا عايز احسب الفورس على ال Q ال Q دي على ارتفاع اتش من اللوب هحسبها ازاي المفروض هكتب ال Q بتاعتي في دلتا Q من اللوب بتاعتي دي وبعدين يبقى كامل فال Q لاتست تشارج مضروبة في ال دلتا Q اللي انا هجابها من هنا اللي هي عبارة عن الرو L في الدي ألف وهاسم على اربعة باي ابسل النود فالمسافه ما بينهم تربيع المسافه مبين نقطهن لل 400 وال Q اللي لتشارج المسافه دي كام المسافه دي دايمن ثبته صح؟ لان اللوب دي انا باتكلم بكلن بقي شوف دايرة دايرة وباحسب المسافه مبينها مبين كل اطرافها ونقطة هنا دايما المسافه دي هتبقى ثبتة صح؟ قميطة هكتب ايه؟ قميطة هتبقيها هو الارتفاع ده تربيع المفروض زايد الkalem بتاع الدايرة ده تربية هيديني هو ايه الطول بتاع نقطة من على الدايرة لنقطة على الاكسل بتاع الدايرة ده هيبقى هو الجزر بي سكوار بلاس الاتش سكوار حتة دي مفهومة ده يبقى دي الار بتاعتي دي الار اللي انا مفروض كنت بحطاها هنا اللي هي دي الار سكوار حل? عايز اجيب بقى اليوند فكتور اللي هو اليو ار اللي انا باضربه هنا بضرب اليو ار ده ازاي يا اما بتحسب الفكتور بتاع الحتة دي الفكتور بتاع اللوب نفسه بتحسب بعض النقطة هنا يعني بعض اي نقطة على اللوب من الارجن والبعد ده من الارجن قد ايه وتطرحهم من بعض بحيث بتحسب بعض دي ممكن تجيبها كده انت عندك بعض النقطة دي الار برايم بالنسبالي اللي هو مين البي في كم البي في اتجاه الرو لو انا هشتغل على الاسلندريكل و اللي فوق دي هتبقى الار نفسها عبارة عن كم الاتش في اليو زاد صح كده يبقى النقطة اللي فوق دي الاتجاه بتاع اج في اليو زاد اي نقطة على اللوب دي هتبقى هي البي بتاعتي مضروبة في اليورو اليورو دي اللي هي دايما خارجه من اللوب صح؟ هتبقى اي خط كده طول ما انا ماشي هتطلع هي المسافة من الحتة دي هي البي في اليو ار في اتجاه الروب طيب تشتغل عايزي بقى تطرح الاتنين دون من بعض وتجيبي المجميتيود عشان تجيبي الار وتعمل نفس الطريقة العادية اللي احنا كنا بنعملها هتطلع لك في الاخر ان الكمبونت المفروض في اتجاه الرودي برضو هتطير بعد ما هتعمل التكامل هتلاقي الكمبونت المفروض دي مش موجودة نتيجة السامتري احنا ممكن نكتشف ده اساسا من الاول لان الرودي اصلا مش موجودة اكتشفها ازاي هتاخد اي نقطة من السامتري بتاعت الدايرة دي اي نقطتين قصاد بعض وتشوف انت عندك واحدة فيه و هتدي فورس في الاتجاه ده واحدة الفورس في الاتجاه ده تمام الفورس دي بتتحلل لتو كومبوننت واحدة فيه هتبقى في اتجاه الزد والتانية هتبقى في اتجاه الرو اللي هي هعمل لها الاتجاه الزد هيجمعوا مع بعض كل واحدة فيهم هتطلقى في اتجاه الزد والاتنين في نفس الاتجاه طب الاتجاه الرو واحدة فيهم دي عملاه بروجيكشن كده فهي كده الاتجاه بتاعها كده والتانية يبقى الاتجاه بتاعها العكسي قيمة الفورس نفسها واحدة ولا لأ الفورس اللي جاية من هنا هي الاد اللي هنا ولا لأ ان هما الاتنين جاية من بوينت تشارج اللي هي رو لديل على نفس المسافة اللي ما بينهم الار اللي هي جزر بي سكوار بلوس اتش سكوار نفس التشارج نفس التست تشارج نفس المسافة يبقى الفورس اللي جاية من هنا هي الفورس اللي جاية من هنا فالكومبوننت اللي في الرو دي دي كمجنيتود قد دي في المجنيتود بس عكس الدايركشن يبقى يعملوا ايه في بعض تأثيرهم على النقطة دي هيبقى صفر انا عندي فورس اقابة تشد الناحية دي قدها بالزبط فورس بتشد الناحية التانية يبقى اللي تشارج نفسها الكيو دي ما بتبقاش حاسة بيهم كان هم مش موجودين كويسي انا عندي شغل الكمبوننت اللي في الزد بس اجيب القومبوننت اللي في الزد بس اجيب الكمبونت اللي في الزد بس ازاي على طول من غير ما اوضح ا optic بالحسابات دي اجيب البروجيكشن بتعليونة Factor دا علي الزق البروجيكشن بتعليونة فاكتور دا علي الزد اجيب إزاي اجيب الزاوية دي اللي هي السيتا طيب السيتا اعمل يا سيتا دي كده يو ار اللي انا امفوق التكتب pastor دي انا سفق700ال في رفض يتكتب هنا الاساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساسساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساساس سيتا دي اللي هي هتبقى مين الاتش ده على الفكتور ده اللي هو جزر بي سكوار على اتش سكوار فدي هتطلع في الاخر اتش على جزر بي سكوار لاص الاتش سكوار لو حلتوها بالطريقة دي هتوصلوا نفس الشكل بالضبط اللي انا عامليه خيب احسب دي اللي بقى ازاي انا كده كل ده باحسب دي اف لسه هتبتش الفورس الكاملة هكامل هكامل على اللوب صح احط مكان دي اللي دي ايه بقى عشان عارف هكامل ايه رودي فاي هشيل دي اللي دي وحط مكانها الرودي فاي بس مش رو بقى البي لان الريديوس بتاعي سابت انا بقى حبى الف دايما على اللوب من بره فهتبقى البي دي فاي اللي هي كامل اتنين باي في البي اللي هي مين المحيط بتاع الدايرة انت ممكن كنت تتجيب دي على طول وتضرب في المحيط هتطلع لك الفورس دايرة اللي ايه انت عصبا اش هتلاقي فيه تغاير في الزل هتلاقيها بتطير في التكامل وانت بتحسبها من زير الاتنين باي تلفها كاملة تلفى على الدايرة كلها ايه؟ ماشي لو عايز تقسمها في النص يعني تاخد نص الدايرة يبقى هتلاقي نفسك بتضرب في يعني لازم هتضرب في اثنين في الاي هي هي هتطلع هي هي لو بتاخد نصها هتاخد من زيرو البوي بس هتضرب في اثنين يعني اصلا التكامل يبقى اثنين تكامل نص الدايرة ياما هتكملها كلها ايوه بالزبط كده فكأنك بتحل الواحدة بس بس في الاخر هتضرب في اثنين اشتا عايز تجيب التوتال فورس يعني كده هي هي هتطلع هي هي بسعيتها لو انت بتحل بالنص هتبقى نزيله البوي بس لو هتحلها عادي زي ما عامنا كي على كل الدايرة زيرو الاثنين بوي وانت كابت جيب التوتال فورس مرة اشتركوا في القناة طيب دي نفس المسألة تقريبا بس اعيز اعريكوا طريقة التكامل هتبقى عاملةplex في حاجة فيها سيرفس بقى يعني ها نفس الفكرة تقريبا بس اعيز اعريكوا طريقة التكامل هتبقى عاملة Заعيز لاحقس على camouflage بس هنعوض بس واريكوا طريقة التكامرة تبقى ازاي طيب هو عايز الالكتريك فيل عندك دسك وقالك الدسك ده خرمو في النص يعني عمله هول بريديس ايه وقصد دسك ده الريديس بتاعه بيه وعمل هول بريديس ايه جواه وموزه على السيرفس ده رو سيرفس كولوم برميتر سكوار وعايزك تجيب الالكتريك فيلد على نقطة على الزد اكسيز بورد هوا ميديك شكل الالكتريك فيلد بيقولك طلع يعني اسبت الالكتريك فيلد هيطلع بالشكل ده طيب نحسبها ازاي هنقول الدي ايه بردو ناخد الالكتريك فيلد صغير نعمل ايه؟ هيبقى هوا مفروض حتة صغيرة من هنا من السيرفس اه مفروض حتة ميلة كده دي بيتلاف ودي عادي فهتبقى الرو سيرفس في الدي از على اربعة باي ابسو نود في الديستنس شكوار الديستنس شكوار دي هتبقى شكلها عامل ازاي؟ الديستنس المفروض من هنا لهنا هتبقى شكلها عامل ازاي الديستنس ده؟ ده هيبقى ايه؟ مش لازم بقى تبقى في النص هيبقى تبقى في النص هيبقى بتتغير من كفين لفين؟ من ايه للبي صح؟ فانا هعمل ايه؟ هيبقى الـ الحامل وانا كامل ها كامل بقى عليها من LB يعني هتبقى جوا التكامل فهتبقى الـ R St battement دي هي عبارة عن لو انا هسمي دي رو مثلا فهتبقى دي ERT iendس pئ zach만 رو سكوار بلس z sq هحط هنا الرو سكوار بلس z sq والرود دي هيبقى جوا التكاملpost فيه رو فهتكامل بيه طيب في اليونت فيكتور Yور برضه هنعمله برضه بنفس الطريقه دي إن أنت ما هو عندك كنبوننت في Z و كنبوننت في الرو كنبوننت في الروه هتطير بعضها نفسه دي بالزبط عشان الاسمتري فهتطلع بس الكنبوننت اللي في ال Z الكنبوننت في ال Z دهتبقى هي مين؟ في كوساين سيته في اتجاه ال Z اللي هي هتبقى مين؟ هاجيبي الزيته اللي هي دي الزاوية دي كام؟ كوساين بتاعتها هتبقى هي عباره عن ال Z مقسومة على كم؟ على ده روت رو سكوار بلاص الزاد سكوار زي كده هتطلق لك الالكترك فيلد في اتجاه الزاد كويس نفس دي بالزبط حد كده تمام؟ هازين نشوف بقى دي اس بتاعتي دي كتبها ازاي؟ دي اس هو ألمنت من الدس كده ألمنت صغير من الدسك باخد حتة من الرو كده هتبقى دي رو وباخد حتة من اللفة اللي هتبقى ايه؟ رو دي فاي هتبقى الاريا بتاعتي رو دي فاي في دي رو انت عايز تاخد ألمنت من الدسك كده هتاخد ألمنت ازاي حتة صغيرة من اللفة دي حتة دي اسمها ايه؟ رو دي فاي صح؟ وبعدين هتاخد ايه؟ تقطع بقى حتة من الرو كده او كده يعني خلينا بالمينة حتة الصغيرة اللي هي الكيرف ده رو دي فاي والحتة اللي انت خطها من الريديس دي دي رو بالنسبة لك فهتبقى رو دي رو في دي فاي هنكامل عادي خد بالك ان انا فيه جزر الجزر ده هيخش جوه فيه رو برضه فهيخش جوه التكامل تمام؟ فانت عندك لو عايز تجيب الالكتريك فيلد في الاخر هيطلع هوا التكامل الرو سيرفس فري في الزت على ارباع باي أبسل نود رو سكوير بلس زت سكوير قص ثلاثة على اثنين بكامل رو دي رو دي فاي ماشر ماهيه موسى من هنا اصلا ممكن تعرف الالكتريك فيلد بتاعك هيتلاح شكري عامل ازا chiar ما انا هاقللك بقى انت اصلا ممكن ما تحط fil UR وتحط fil S دي هالفكتور ابحة tä Здесь ي AAA 견 الالكتريك فيلد هو فيكتور واحد يعني انت دلوقتي يا اما بتحط الرو سيرفس في الدي اس دي ازا مجمي تيوت وساعتها بتحط هنا اليو ار اللي احنا كنا بنحطها لهو الفكتور يا اما هتشيل دي خالص وهتقول ان الفكتور هو ده بالضبط لو دي خليتها فيكتور يبا مشو تكتب اليو زد هم ساعتها دي على طول وتطلالك اصلا اليو زد دي اس دازم تغير في اتجاهين استيفعية بائكمة في الكهات لا الدي اس بيبقى عمودي على المساحة مش في اتجاه المساحة مش زي دي قال الدي اس دي تجاهها عمودي على الارية اللي انا بتجيبها يعني عندما كنت بتجيب مثلا اليو في الأس في اتجاه الزد بدão تجد دي اكس في دي واي والي وزد دي اس دي عمودي على الارية فأنت عندك إلى أريا بتاعتك تحت في ال X-Y بالين ، دي أس بتاعك هيتلع في الزت انت موكم انين عصرا تعرف اتجاه الفيلدا يبقى عامل ازاي بالزبط بس أنت هنا ما بنحطش هنا الفيكتور على أساس إنك قريدي بتجيب الفيكتور هنا بتحط دي فأنت بتجيبه بنفسك بس هتكملو دي الفاي هتكملوها من زيرو لاتنين فاي وروا من قلبي نعم هتطلع ايه دي هتطلع ايه لانك انت بتقول ان دي اس بتاعتك كده وانت عايز الفاكتور اللي هو كده فانت هتحلله برضو فاهم موسيقى زي سرفس تشارج زي رولية دستنس زي رولية دستنس زي رولية الدستنس زيل نكمل زي رولية الدستنس زي رولية التي تلسلها هل من开 full education زي رولية الدستنس مرع många مقبل الزي رولية الدستنس خلف سرفس دي عايزة عدد الخطوط بتاعت الفيلد اللي خارجة من السورفس بتاعي ده قد ايه اعملها ازاي عدد الخطوط اللي خارجة من سورفس حوالين تشارج معينة احسبها ازاي دي اسمها ايه دي الفلاكس ان انا بعد قد ايه من الفيلد بتاعي ده عده السورفس ده التكلام مسيرة ده اللي اسمه الفلاكس الفلاكس بيهوogه التكامل المفروود السورفس اللي اعملها دي حلو طيب ان عدد الخطوط دي بتعتمد علي ايه بتعتمد علي الموجودة جوه الكلوس سورفس اللي موجودة داخلها دي في مفروض انها بتساوي الكيو اللي موجودة جوه السورفس على أبسيلون نود طيب لو كيو واحدة هتبقدها هاي الكيو دي لو هي عدد من الكيوهات هتعمل ايه هتجمعهم كلهم ايا كان بقى اشارتهم انت مش فارق معاك قوة الفيل دي دي قد ايه انت فارق معاك عدد الخطوط اللي بتعدي السيرفس دي قد ايه فمش فارق بقى هو قوي ضعيف مش هتفرج الفكرة هو بيعدي كم خط من المكان ده فانت بتجمع الخطوط دي فهتجمع الكيوهات بالموجب والسالب لان فيه كيوهات هتطلع تشارج وفيه كيوهات هتدخل سوريا هتطلع فيل وفيه كيوهات هتدخل عليها فيلد فالحاجات دي بتجمع مع بعضها وتشوف التوتل في الاخر هل الفلوكس بتاعك خارج من السطح فعلا ولا الفلوكس التوتل داخل على السطح فهتبقى صميش ان الكيو جوه الكلوز سيرفس على الابسلون نوت ده لو انا ايه لو انا في الفري سبيس لو انا شغال في ميدم معين فهتبقى الابسلون نوت دي مضروبة في الابسلون اوار بتاعت الميد어야ان حلوب? ده لو انا ديسكريته لسحها لو انا الفلوكس لو انا سوريا جوه السطح ده باعمل ايه باعمل تكامل الالكونتينيوس ده على السطح وفيه Warner جاوس تشارج ده حاجة حقيقية جاوس سيرفس حاجة حقيقية لأ دي حاجة افتراضية انا اللي بحطها وبجمع التشارجيوس اللي جواها جوه السيرفس الافتراضي ده عشان اجيب شكل الالكتر كفيلد هطلع ايه جوه السيرفس الافتراضي ده بشكل عامل ازاي جاوس دي بتمفع عادة في المسائل السيمتري لو المسائلة بتاعتك مش سيمتريكال بتعمل ايه ايه ما عملش جاوس لا هتقسم المسائلة لحاجات سيمتري سيمتري تمام يعني عندك مثلا استوانتين عندك كورتين محطوطين جوا بعض بس هما مش عاملين شكل سيمتري يعني فيه مسائفش تنحلها المرجعية كورة محطوطة وجواها كورة بس مش في النص فمش مدين لك سيمتري فهتعمل ايه هتاخد الكورة الاولانية دي تحلها والكورة التانية وتحلها وبعدين يتطرح يتجمع لحسب وضع المسائلة بالنسبراك شكل عامل ازاي هل تعالوا نشوف بقى المسألة دي نحل مسألة عليها بسرعة دي مسألة ستة في الشيت حسنا اشتركوا في الشيخ طيب هو بيقول لك عندك أنفنت سلندر في الزات ديريكشن هي محطوطة في الزات وبيقول لك أنها راحة في الزات ونجاتي في الزات هم يديك أرقام يعني هم يديك الرو وفولومترك دي بكام والأدي بكام والبي دي بكام وبيقول لك أحسب الالكترق في كل الريديس الموجودة في أي مكان أحسب الالكترق فيلد الالكترق فيلد هنا اتجاهه هيبقى فين؟ هيبقى ريديل بس في اتجاه الرو عشان خطر إحنا هنا الرو عشان إحنا هنا سلندريكل صح؟ فهتبقى في اتجاه الرو دايما ده شكل الالكترق فيلد طيب عايزة أحسبه بقى باستخدام الجاوس ده سيمترق سيرفاس اهو وعايزة أحسب الالكترق فيلد في كل نقطة في اللي سبيس أحسبه ازاي؟ كويس هاخد جاوس سيرفاس ستواني عندي كم منطقة أقدر أحلي فيها؟ عندي لأ عندي تلات مناطق صح؟ اللي جوه واللي في النص واللي بره صحيح أنا عندي المنطقة أنا نحسب الالكترق فيلد جوه والسطوانتين دول شكله عامل ازاي؟ الالكترق فيلد ما بين الـ A والـ B يعني في الحتة اللي في النص دي اللي فيها الـ Volumetric Charge والالكترق فيلد بره خالص يبقى شكله عامل ازاي؟ طيب أعمل إيه بقى؟ أنا عندي الريجون الأولانية اللي هي الـ R بدعتي أقل من الـ A أنا قاعد جوه الجوه اللي صنع من جوه أعمل أطبق جاوس تكامل كلوز سيرفاس للـ E.DS بتساوي سميشن الـ Q على الـ E. صح كده؟ هاخد كلوز سيرفاس طيب صميشن الـ Q جوه الجوه سيرفاس داد ايه؟ زيرو مفيش تشارجز جوه الحتة دي يبقى ده هيطلع لي الـ Electric فيلد في المنطقة دي على طول بصفر لو الـ R أكبر من A وأقل من الـ B هاخد جاوس سيرفاس بس مش يبقى هنا بقى تكامل على الـ Closed Surface E.DS بتساوي سميشن الـ Q على الـ E. سميشن الـ Q في الأول دي هتبقى continuous charge فمش تبقى سميشن فهتبقى تكامل الـ Rho philometric free ده على الـ DV بتاعتي الـ DV بتاعتي ده هتبقى بكام؟ الـ Volume المحوطة بالـ Surface ده كام؟ تمام؟ اللي هو كام؟ In general نخلوها كده Rho دي Rho دي Fai دي زاد ده الـ General Expression بتاع الـ DV بتاع الـ Storm صح كده؟ بعدين هبتدي اكامل انا عايز اكامل على الـ Surface بتاعي ده صح؟ الـ Volumetric انا عايز الـ Charges اللي جوه دي بس اللي جوه دي هتبقى كامل اكامل على الـ Rho ده من كامل كامل؟ من ايه لحد الـ R اللي انا شغال عندها دي صح؟ أو رو يعني ايه ان كانت هتسميه ايه فتبقى من ايه لحد الـ R صح؟ هتكامل دي من ايه لحد الـ R؟ طيب الفاي من زيرو لاتنين فاي طيب والزاد؟ مفيش اصلا تغير في الزاد فانت اصلا ممكن تلغي التكامل بتاع الزاد او لو مش هتلغيه هيطلع لك زد قريدي الناحية التانية فهتلاقيهم طياره بعض يعني تأثير الزد ده اصلا مش هيبقى موجود خالص في الـ Electric Field هتلاقيه بيتطير من المعادلة دي حتى لو انت انسيته هتلاقيه بيتطير يعني لو نسيت تأثير الزاد لو انت حطيته في المعادلة هتلاقيه بيتطير من الناحية التانية يعني هتلاقيه بيتطير من الناحية التانية هتلاقيه فيها زد برده بيتطير من الناحية التانية طيب اكامل بقى الـ Electric Field تكامل الـ E dot D S الـ E خلاص دي اللي انا عايزها الـ D S بقى عندي كام سيرفس في الجاوس ده عندي تلاتة الدايرة اللي فوق واللي تحت والشكل الاستواني مين فيهم هيدي ومين لا اللي فوق واللي تحت دول اصلا الـ D S بتاعتهم في اتجاه الزاد فمش هيديه اصلا الـ Electric Field اللي هيدي بس هو اللي هو الشكل الاستواني اللي هو هيبقى شكله عامل ازاي رو دي فاي دي زد هكامل دي فاي دي بين زيرو الاثنين باي والزد بتاعتك هتطير زي ما قلنا مع الناحية التانية كده كده الـ Effect بتاعها هيختفي طيب ده لو انا الـ R بتاعتي من ايه الـ B لو الـ R بتاعتي بقى اكبر من الـ B اعمل ايه؟ هتطلع برضو ده تكامل الـ E dot D S اللي هو رو دي فاي دي زد نفس الإكسبريشن وده من زيرو الاثنين باي الناحية التانية بقى ايبسلون نوت وهنكامل برضو الروفلومترك على الفوليوم بس الساعتها ممكن تعملها ازاي؟ عنا دلوقتي بقى تجاوز السورفس اللي هو ده بره خالص ممكن تجابها الـ General بقى ازاي؟ على طول من غير تكامل انك تحسب الفوليوم نفسه الروفلومترك في الفوليوم اللي عندك لانك كل الفوليوم ده خلاص بقى دخل معي فالـ Total charge دي بقى الدخلة ممكن تحسب نفسه ممكن تحسبي الفوليوم عن طريق الدخلة Investione أو تحسبي ان هنهها الروفلومترك في الفوليوم الفوليوم بتاعي يبقى نقص الفوليوم بتاع الساعتها all' sous because its five etti هنا يريد ان كانت يقاذ وكأت التانية دي. طبعا؟ هيا حدا عنده سؤال؟ ال ايه؟ اه. ده دلتا زاد. هو مفروض ما فيش افاكت مع الزاد. مفروض اصلا ما تتحطش في المعادلة. ما فيش تغير في الزاد بالنسبة لي. الالكتريك فيلد بتاعك طلع فاني اتجاه. اتجاه الرو. ما فيش اي تغير في اتجاه الزاد. نتيجة ان الستوانة راحها المالة نهاية. تغير في الزاد ده مش هيبقى موجود. تغير في الزاد ده هيبان لو الستوانة دي مش انفانيتي. تغير في الزاد ده اصلا مفروض تشيله من المعادلات التكامل لانه قرية ما فيش تغير. لو انت حطيته يبقى تحطه الناحية التانية عشان هيطيره بعض كده كده اكفاكت بتاعها يختفي. خلاص يلا كفاكة كده النهاردة. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر